لو لو انا عايشة وبفكر دايما لوحدي وحاسة ان انا مش محتاجة حد انا عندي كل الحكمة وعندي كل النظريات وانا عندي كل العلم وانا عرفت الكتاب مؤدى الصحة محدش شفهم زي ابدا هل انا محتاج غيري ولا انا في كل كفاية ؟ ذا سؤال مهم لا انا مفيش حد مش بس انا مفيش حد فيه كل كفاية فهو ما ينفعش اي حد كل واحده ولما بنشوف ليه ما ينفعش فيه خطورة عالية على انه كل واحد كل واحد ولما بنقول ينفع عشان فيه حاجات مهمة ربنا حاطت ان انا نتحرك فيها مع بعض من الحياة الطبيعية انه كل واحد ادخل او تولد في اسره وما مجيش كده لوحده الحياة الطبيعية انه موجودين في مجتمع انه حتى طبيعة تكويننا عشان نعيش كياننا لازم نكون في علاقة مع الاخرين يعني انا هسمع مين هسمع الاخر هكلم مع مين هكلم مع الاخر فهو ما ينفعش في حد انه يكون لوحده وفيه ثلاث حاجات لو حبيت احطهم في نقاط يعني محتاجين لبعض وما ينفعش حد يكون لوحده يبقى ينفع ولا ينفعش ما ينفعش تبقى لوحده مفيش حد ينفع يبقى لوحده اشتركوا في القناة